قال المحمد رحمه الله أما ولو لا ولو ما اسم الله الرحيم قال رحمه الله أماك مهما يكون من شيء وفى لتلوي تلوي ها وجوبا أولفا وحذف ذنفقل في نظر إذا لم يكن قول معها قد نبذى لولا ولو ما يرزماني لابتدى إذا امتناعا بوجود عقدة وبهما التحضيظ مزهلا اللألا وأوليا هالجعل وقد يلي هسم بجعل مغمري اللقاء بواهر مؤخر قال أما حرف تفصيل وحرف شرب وحرف توكيل التفصيل واهض قال يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فأما لين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فلوقوا العالمين باقي تفوه وأما لين نضت وجوههم ففي رحمة الله الأسلوب يوحي بالتفصيل واضح والشرق واضح بالدليل اقترال جوابها بالفاء قال رحمة الله أما كمهما يكون شيء أما حرف وضع لي يدل على اسم الشاط وفعلي شاط لا أن الحرف بمع الاسم الحرف لا يكون بمع الاسم لكن موضعها صالح بأن تضع فيه مهما يكون شيء أنا قولي أما كمهما يكون شيء وفاء لتلوي تلويها لا تريها الفاء لأنها حلبت محلة اسم الشاطي وفعلي الشاطي فقبوا حين أن تريها الفاء ويلجوابه ففصيل بينهما والفاصل أحد ستة إما مبتدأ نحو أما في الداري فزيدن وإما خبر أما زيدن ففي الداري وعكسه الخبر أما في الداري فزيدن ويكون بإن ومدخولها الشاطية ومدخولها نحو فإما إن كان من المقربين فروحهم وريحا وقد يكون باسم منصوب 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 أو منصوب المحل نحو فإما اليتيم فلا تقر وإما السائر فتر وإما بنعمة ربك فحجه وقد يكون باسم منصوب على الاشتغال كقراءة بعضهم وأما ثمودة فهديناهم أو بغرف نحو أما اليوم فياكلم زيدا ستة أنا أقول لهم وفال تلوي تلوي ها وجوبا أليفا قرى رحم الله وحلف للفقل في نذرهم يقله ولكنه فصيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد ما بال رجال يشتري طول الشروط على اسم كتاب الله لنقل فما باله قالت عائشة بالحج أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طهفوا طوافا واحدا إذا كانت مع قول أغنى عنه المقول حرفها الكثير كقول الله عز وجل فأما لنا سدة جههم أكفرتم فيقال لهم أكفرتم وسنع حذفها في الشارع قال أما القتال قال أما القتال لا قتال لديكم ولكن نسيرا في عراض المواكب أي فلا قتال لديكم أنا أقول لي وحذف ذي فقل في نظر إذا لم يكن قول معنا قدر إذا كان كذلك كذلك يحذفها معه قال لو لا ولو ما لهم استعمالان أن يدل على امتناع لوجود وفي هذه الحال يكون بعدهما متدأ التزموا حذف خبرها ولهما جواب إما أن يكون ماضيا أو مضايعا منفيا بلم لولا زيد لأكرمتك الجواب ماضي لولا زيد لم أكرمك وإيا كان مثبتا فيكثر اقترانه بالله مثل لولا أنتم لكنا مؤمنين وإذا كان منفيا فبعكس ذلك هذا لولا ولو ما ولو ما مثلها الاستعمال الثاني لهما أن يدل على تحضيظ وبهما التحضيظ مز مثل مثل لولا أكرمت أباك تحثك على هذا لولا أخرتني إلى جريم قريب فأصدق لولا تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين وبما تحضي مز ومثل هما في ذلك هل لا هل لا أكرمت زيدا هل لا زيدا أكرمت وألا زيدا أكرمت ألا تقاتلنا قوما يذلان على عرض والحض والعرض الطلب بليل والحض الطلب بإلحاح وبهما تحضي مز هل لا ألا ألا مثل وألا وأوليها الفعلة لا يأتي بعد هذه كلها إلا الفعل إما ظاهر وإما مقدر ظاهر مثل لو ما تأتينا بالملائكة لو لا يجاو عليه بأربعة شهداء قالوا ربما اقتوت التوبيخ التوبيخ فإليها الفعل ما أضي اللفه للمانع أو ما أضي اللفه ثقب نحو أتيت بعبد الله في القد موسقى فهل لا سعيدا للخيانة والقدرية والغذية يعني فهل لا أسف تعدون عقرني بأفضل مجدكم بني ضوطرة لو الكمية المقنعة أنا قولي وقد يليها سم بفعل مضميع اللقى من لو لا زيدا أكرمته زيدا علق بفعل مضمع لأنه منصوب من على الاشتغال ونصبه فعل واجب الحذ وكذلك تقول له لا زيدا أكرمته قالوا ها هو وهب وقد يليها سم بفعل مضمع علقاء بواهر مؤخر